ملف وجود القوات الأمريكية في العراق يمثل أكبر عقدتنا ماما رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني الذي يريد الحفاظ على التوازن في التبعية لأمريكا وإيران في وقت تغيرت فيه الظروف الإقليمية وازداد التوتر بين الرعيين الرسميين للعملية السياسية يدرك السودان حاجة حكومتي لبقاء القوات الأمريكية لأسباب تتعلق بدعم القوات الحكومية وتدريبها وتوفير الغطاء الدولي لها في عملياتها العسكرية تحت مظلة التحالف لذلك صرح السوداني لموقع دويتشفيل الألماني بدعمه لبقاء القوات الأمريكية في العراق لكن عندما يلتفت السوداني إلى الضفة التي تتواجد فيها الميليشيات الولائية ضمن الإطار التنسيقي تتبدل تصريحاته المؤيدة لبقاء القوات الأمريكية إلى تصريحات تطالب بخروجها لأنه يدرك التوتر بين هذه الميليشيات والقوات الأمريكية هذه التصريحات المتضاربة للسوداني تؤكد أنه أمام توازن صعب مدفوع بموقف الإطار التنسيقي المتضارب أصلا من بقاء القوات الأمريكية فمن جهة حزب الدعوة مرتاح للوجود الأمريكي وبدرجة أقل ميليشيا العصائب لا تستاء من هذا الوجود ومن جهة أخرى ميليشيا حزب الله تظهر موقفا رافضا للوجود الأمريكي وتضغط باتجاه تعجيل انسحاب القوات الأمريكية غياب السيادة في العراق جعله يتأثر بالمتغيرات الدولية بحيث كل ما يدور من خلافات بين أمريكا وإيران على كافة المستويات تنعكس سلبا على العراق اقتصادا وأمنا وسياسة سيرضي السودان من وسيغضب من إنه يدفع ضريبة التبعية لمحتلين اتفقا على غزو العراق واختلفا على آلية توزيع غنائم الاحتلال المشترك